أقر جيش الاحتلال بعد تحقيق أولي بقتله الناشطة الأمريكية من أصول تركية عائشة نور إزغي لكنه زعم أن ذلك حدث بشكل غير مقصود وضف الجيش في بيان أنه من المحتمل أن تكون عائشة إزغي أصيبت بشكل غير مباشر وغير مقصود بنيران للجيش الإسرائيلي لم تكن مواجهة إليها وإنما للمحرض الرئيسي للشغب على حد وصفه اشتركوا في القناة